تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد وكان من أكثر القطاعات تضرراً قطاع السياحة والنقل الجوي وبعد قرار المملكة بتعليق الزيارات السياحية وتأشيرات العمرة كجزء من التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها يعاني قطاع الفنادق وبالأخص في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من انخفاض المبيعات نتيجة لتوقف نشاطها التجاري ولكن ينتظر أن تحصل منشأة الإيواء في مكة والمدينة على تعويضات قد أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تقوم المؤسسة حالياً في التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت ولا يزال القطاع المصرفي يسجل مؤشرات أداء جيدة مما يعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري بالتنمية الاقتصادية بالمملكة